تقرير لصحيفة وول ستريت جورنل الأمريكية أن الانفراجة المحتمرة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة جاءت بعد تغير رئيسي في موقف حركة حماس حيث لم تعد تطالب بسحب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة أن مقترحات حماس التي وصلت إسرائيل تشمل تغيرات كافية لضمان المضي قدما في المحادثات وتشمل المرحلة الأولى من الصفقة التي أعلن عن خطوطها العريضة الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية مايو وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع تشمل إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة كما تشمل الخطة الإفراج التدريجي عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال المرحلتين الأولين بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء فلسطينيين كما تتضمن المرحلة الثالثة إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب وإعادة رفاة الرهائن الذين لقوا حتفهم وفي الأثناء قال مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي لرويترز إن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين وأضاف المصدر أن المقترحة يتضمن تقدما مهما للغاية ويمكنه أن يسهم في دفع المفاوضات قدما مشيرا إلى أن مقترحة حماس يتمتع بفرصة حقيقية للتنفيذ على الرغم من أن البنود ليست سهلة إلا أن ذلك لا ينبغي أن يفسد الاتفاق وقال مصدر مطلع على المحادثات بين إسرائيل وحماس إن رئيس المساد الإسرائيلي تواجه على رأس وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المفاوضات مع حماس وقال المصدر ذاته إن الوفد الإسرائيلي برئاسة ديفيد برنيع سيلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق في غزة